السلام عليكم صباح الفل عبنين دي معاكم اخوكم احمد كمال وده فيديو سوق الكلاب الالكتروني والجراوي احنا هنستكشف مع بعض الواتساب زي ما احنا شايفين اول اخ معانا في الفيديو ده معانا نتايتين عمرهم 45 يوم الحتة ب800 جنيه انا شايف بيكسيت بريد بيكينوه على جريفون ابيض فمديك بوز البيكينوه على لون الجريفون على شوية شغل كده ايه شعرية البيكينوه ولون الجريفون الفاتح الكريمي والحتة ب800 جنيه يعني احنا بنتكلم في كلام فارغ نسبة للسعر مش فلوس ان انت بتاخد الميزات دي مش فلوس تمام وللعلم البوز الملموم ده ممكن شوية كمان تلاقي فرد انت ورزقك بص الكلام الكلام على سكرياتك ده بس ده الامانة الامانة انا بشوف كلاب زي دي جريفون صافي جريفون صافي ب700 جنيه ب800 جنيه وبيوصلوا الالف جنيه انت هنا بتتكلم في حاجة من اللطفة قوي ومن الحاجات الشديدة قوي في الغية الكلاب دي بيبقى ليها مستقبل لسبب اولا دي انتاية لو ردتها لدكر بكنوات حيديك بكنوهات فتحة هنا يبقى انت صناعة السهل الممتنى الحاجة الحلوة للناس كلها بتدور عليها وفي نفس الوقت مش هتبقى عاملها من من حاجات غالية تمام طيب احنا كده ايه الرقم طبعا ظاهر عندكم للتأكيد تمام والمكان زي ما قلتلكم شبين الكم تعالى نشوف ايه تانى معنا ده ده كلب بيتبول مش عارف شكلان تاية مش تقريبا داخل بوكسر جدا لا مش داخل بوكسر هو مش هيبان من صورة بصراح وهو بعيد فويس فانا مش عارف هو هيبيعه ولا عايز ايه طيب خلينا عشان بس وقتكم نخش على بعد انا حتى هرد على الناس دي بعد يعني بعد ما خلص الفيديو علشان بس الوقت عندك عايز ابيع الكلب عمره سنة المكان ميت غمر محافظة الدقاهلية الرقم زي ما انت شايف تمام عايزين كم صورة طيب الناس تتفرق بص كلمني بقى هنا في ايه في تقليب الكلب الكلب ارتفاعه حلو اوي من على الارض شايف ان هو محتاج يأكل حبة عشان يعرض او ممكن هو رسيق وحركته كويس هو بيقول لي ان هو قد ايه عمره سنة وكام بصو سنة العمر سنة بالزبط يعني لسه مخشنش ممكن ما يكونش لسه اخد اول جوازه اول جوازه جدعان بتخشن الكلب احنا في الغية الكلب بيوصل سنة وتمن شهور او سنة وست شهور او سنة بتديله جوازاية الجوازاية دي بتخشن الكلب بتلاقي فيه تكاسف كده في العظم الكلب ابتدى يعرض ابتدى فاهم هرموناته بقى ايه تشتغل هرمون التست عنده بيعلى وبيشتغل فالكلب بيديلك اداء حلو في النمو فيه ناس بتعمل ده عند السنة فيه ناس بتعمل ده عند السنة وثمان شهور انا واحد من الناس احبه قوي يكون عند السنتين عشان يكون الكلب خد راحته في النمو ده رقم الراجل وتعالنا نشوف اللي بعده طيب حد بيتساءل السلام عليكم عليكم السلام اعاوز ابيع دي تعمل لها كام بص هي قطة دخلت كده هب فجأة بس انا شايف ان القطة الشرازي دي بتعمل لها مسلا دلوقتي عشان كبيرة لو جاتلك بيعه بخمسين جيني ولا مية جيني ما هتقولش لأ رقمه هون جدعين بس هوا مقاليش هون منين طيب نخش على اللي بعده بعد فويسات هنسمعها بعدين ونشوف حد عنده كلب عزيار ده جوازات اوبا ولا ده هسكي طيب بص بص هو كذكر في حجم كويس في شعرية حلوة في موسك خمسين في المية حلو وفي حجم دابدوبي عارف انت اللي هو ايه دابدوب جميل بس في حاجة ينقصوا لون العين لين الزرقة ده كان هيعمل معاك لقطة ده اللي ينقصوا فانت لو معاك نتاية يعنيها زرقة وعايز تجوزها ده هيرم معاك حاجات حلوة وهيرم معاك حاجات عين وعين لو معاك نتاية شورت هير ان داكر ده يعلي معاك في الشعرية يعلي معاك اوي في الشعرية لو معاك نتاية الا عايز تجوزها حجمها قليل الداكر ده هيرمي معاك جراوي فيها حجم حلو تمام اللي هو هيكمل معاك رقمه زي ما انت شايف بس هو ما قاليش هو من اين يا كده عم تكتبوا بياناتكو كاملة طيب الرقم موجود ممكن تتواصل مع واطس تعالى نخش علي اللي بعد وحد عايز يكلمني فون هبقى رض علي دلوقتي مصطفى الساملوسي الكلام كده على كلاب شارسة بص مصطفى بقى من الناس اللي عنده كلاب شارسة في العجم هنا عندنا كلاب كويس الامانة تعال نشوف عنده ايه يلا في جراوي كان يكرسه بسعر احنا نعين وفي حاجات اه الحاجات دي شكلها فتتنا رجالة مع ضغط الرسائل في حاجات مش هتنزل طيب بص هو بعت حكات اه بعت اه تقريبا دي نتاية 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 جيرمان اللي هو 01276 57 3020 طيب تعال نتفرج ونحكم نعمل زوم كده ماشي بص انت من بعيد تشوفها تقول دكر بس الجسم ده جسم انتهت طيب فيها خشانة فيها شعراية فيها الوانات يعني مش هنختلف على ده طيب ورينا عرقوبها طويل للنتاية دي فهل هي ستريت ولا فيها ضهر كما يقول فيها على فكرة نتاية عرقوب رجلها طويل عرقوبها اللي هو كف من العرقوب اللي هو كف الرجل من كف الرجل لحد الكوع اللي هو الوراني ده اللي هي قاعدة عليه دلوقتي فشوف هو نسبيا طويل نسبيا طويل بس عادي فيك لب كاسحة او بلفة او بميل بيكون فيها بيكون عرقوبها طويل شوية دا ما يا ما يعبهاش يعني طبعًا هو كل ما عرقوبها قصر كل ما ده كان افضل بس يعنى احنا منتكلم في أنتاب 20 جنة فا وبعدين زي ما انت شايف طيب ضيب او او مررنا ظهرك يا مزة طيب ماشي فيها ميل فيها تكة ميل ماشي تكة ميل ودل الارض بص للامانة اين تاية هي قاعدة سابتة اين تاية دل الارض شعراية تمام سلام عليكم كده انتاية زي كده الفين ونص تمام بس الراجل بيباعها بالفين وقبل التفاوض ف ما ظنش يعني ان دي حاجة وحشة طيب اخدها امتى سنة وست شهور وخلفت قبل كده اخدها امتى اخدها لما شوف جره من جرويها قبر تمام اخدها امتى اخدها لما اروح للدكتور يقول اللي انتاية ديها تمام وهتشتغل معاك يبقى انا اخدت بالاسباب اه النتاج دي تمام وهتشتغل معايا هاخدها هشتريها ب1000 جنيه يا جدعان لقطة اكسم بالله لقطة تمام طيب هو بيبيع ليه هو مصطفى ساعات ما بيجيش على سكته النتاجات للاما انا مصطفى بيحب الدكورة الشرسة قوي مش شرس وخلاصة واللي عايز يعني دكر شرس للحراسة مش للمرازية انصحكم بمصطفى عنده حاجات حلوة جدا للامان طيب تعالى بقى نشوف هنا فيسات كتير حاجات من اغسطس اوبا رجال ده شكل عنده حاجات ياما ايه ده ب300 جنيه 300 جنيه مش 3000 بيت بالعمر سنة وشهرين مفهاش شراسة اخيرها 300 ولا 3000 هو 300 يعني يلحق 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 بجد نتاجه خشنا قوي يعني نتاجه خشنا خشنا مصال الله يعني مصال الله اكبر ولونها شارب من المستفات سيكة يعني اللون ده تحسه جاي من مستف من من بيتبول على مستف او مثلا حد في الاهالي كان دخلوا مستف فاديهم اللون ده والهيقة دي واللون تحفة انا بحب لون ده جدا 300 يا ابني متأكد يا جدعان لو 300 بجد نتاجه دي هي في العجم ستار شارع فضة في اسكندرية يعني ومعها حاجات جريفونات اهي السعر خيالي لا ده انت انت لقطة السعر خيالي واحد بيبيع ب300 هيبيع جريفونات بكامل طيب الجريفونات الجريفونات كويسة بيقول لك متاح ولاد وبنات ايه الجمال ده ايه الجمال الملكي ده في ناس بتاخد الجريفون الطويل ابو ايد طويلة ده بتجوزوا الحاجات عالية يعني فيه بياخد مسلا عايز يطلع كلب فيه شراسة وشكله حلو وفي نفس الوقت ما 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 يبقاش يعني يعني فهم حاجة جديدة ما يبقاش لي ريحة بيدخل كلب زي ده كده نتاية يجاوزها لدكر هاسكي الهاسكي ملهوش ريحة فيطلع له جار لما يكبر ما يبقاش فيه ريحة الكلاب دي اللي هي المعروفة المشهورة ان هو داريبا بيصف غيهة جريفونات فحلو والكلب البيتبلو الاخرة 300 جنيه دي شوفوا اي حكايتها جدعين رقم الراجلة هو وتعالى بقى نشوف الفويسات دي فيها حاجة مبغوطة معها مفيش حاجة مبغوطة هنسمعها بعدين حد باعت مقطع فيديو انت كويت وانت رجل محترين الله يخليك يا سيدي تنور مصر ربنا يجيبك سالم غانم ان شاء الله طيب ايه كنت عايز عارف حضرتك باعت ايه وبا ايه دا طب بصوا هو هو انا هتفرج علي الوحدي لان ده عشان مضيعش وقتك بس طيب الناس اللي بتبعت لينكات يلا خلاص مش حد بقت حاجة السلام عليكم آه آه بقى الحاجات اللي بيبقى دخل بولي فواخد هيئة البولي على حلاوة البيتبول حلو ده طب ايه ده انت حتجوز ولا حتبيعه ولا حتام معايه ده رايز هو لو للجواز يبقى اشتاط لو للبيع يبقى اشتاط كتير قوي رقمه ها جدا عني رقم الرجل للتواصل فاللي عايز يتواصل معي واطس حد بعتلينا حاجات كتير 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 كل دي نقط حب انا الكلام ده الكلب الهيبة ده اللي هو بيبقى كلاسيكي شوية حلو انت بيتبول ام بالف ونص نتفرق نتفرق مشان نخسر حاجة دكر جيرمن سنة وخمس شهور بالفين جنيه وفي كلام دكر بيتبول عنده سنتين المكان فين كفر الدور لا 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 احنا عايزين نشوفها واللي عنده سنتين ده تعذر شكرين يا سيدي شكرين طيب دكر جيرمن السنة وخمس شهور بالفين جنيه وفي كلام تقريبا ده اتذكر اللي كان متصوره وهو قاعد طيب هو الكلب مش عارف بقى هو بيلعب مع صاحبه ولا مثلا ده حد داخل يشغله بس الكلب في غل يعني فهم اللي هو يجي منه لا بيشتغل بيشتغل بعدين ده متربي مع بيتبولات يعني هتلاقيه يوخد على العفياجة بس كويس هو محتاج شوية بس اهتمام يعني الكلاب الشعر لما بتهتم بيها وبغزاها بتمشي بكلب يشرفك يعني بتمشي بكلب كده بيل معه ومشي وإيه الزقرد اللي داخل يلعب ده البيتبول ده طيب تعالى نشوف هو نفس الكلب برضو مفيش غير فاكرة تفردت الكويتش ما تشوف لنا حاجة جديدة يا عم طيب ماشي عشان برضو وقت الناس خلاص كده زي الفل تعالى نخش على النتاية تقريبا النتاية دي هي المخلفة الزقرد اللي سود اللي احنا شفناه من شوية وممكن يعادي وإحنا بنتفرج على النتاية دلوقتي بص النتاية دي بص قصير لوم كويس ويطلع منها حاجات حلوة بصراحة فيها جسم فيها جثمان حلو فيها هيئة حلوة قوي قوي فيها ضخمة كويسة جمجمة يعني معروفة بيتبول يعني جمجمة النتاية دي لو جوزتها لحاجة بولي اكس لارج حيدي لك شوية جراوي يحلو من على حبل المشنقة زي ما بنقوله وبالف ونص مش فلوس تعالى نتفرج تعالى نتفرج بص فيها صدر عريض عايزة تاكل شوية أو ممكن بقى لاش نقول عايزة تاكل هي الكسافة العظمية بتاعتها مش مش احسن حاجة ده بالنسبة لكفوق لدراعها لا لا ما حبش انا الخشبة وادرب بالخشبة اه ماشي خليها تعضاها ماشي بس هو النتاية ما بقى يعني هي بتلعب على فكرة أو ممكن تكون بس ايه طب كفاية كده مش خلينا نقول برضو ان النتاية كويسة النتاية كويسة والدكر كويسة والنتاية برا الشحة جدا لو انت هتفرج منها على دكر بولي اكس لارج ويا سلام يا سلام لو تديها دكر فاتحة يا لهوة يا جمال هتطلع بقى معاك ايه كلب لونه فاتح طبعا لو تري كولور يبقى انت كده عايزنا احبك احبك من جوة قلبي لو هتفرجها على دكر تري كولور طبعا التري كولور كلب يعني مش عارف الكلب مميز بكل المقاييس بالاضافة ان الهيئة دي على تري كولور مع دكر بولي اكس لارج هتبقى بومة البومات فشوف انت ايه الدنيا الرقم هو الرقم هو اللي فوق على اليمين لو انت عايز النتاية مألف ونص او الضكر اللي هو محتاج شوية تهتباه من بساطة طيب في حد بعتلينا حاجة تاني ونقول قلو اه شكلنا هنتفرج على شقاوة تقريبا شقاوة اه شقاوة معنى لا شقاوة على كلاب ما نحبش كذا ورينا شقاوة على بني قدمين يعني لابسوها عايز يلعب بيهز ديلو عايز يلعب كلب التاني اللي هواخد الموضوع على صدره اه بص الكلاب دي على الهيئة دي اه اه بيهوها على لمسك التلفون يا ولد ايوة كده فرجنا شرس البناء قدمين وبيشتغل بالامر كويس كويس في ديل حلو في جسم كويس ارتفاع منه على الارض ممتاز صحة كويسة بيجرجر صاحبه اه وفي نفس الوقت برضو قلواناته حلوة بس مش حيبان كده عايزي تصور في النور يا صاحبي انت مصوره في الضلمة كده عايز نور وعايز مكان فيه اداءة حلوة شمس كويسة طيب عشان برضو ايه وقت الناس لو صبحت ممكن تقيم الكلب ده هو معروض عليك 3000 جنيه عشر شهور يعليتني كنت طاريت الجملة قبل ما شفت الفيديو يا اخي لا كويس خدو كلب كويس ولو حد برضو ليه كلمة احسن من اللي انا بقوله تمام يقولها بس كسر فيه ل 500 جنيه دي لو ب 2 ونص يبقى احسن طيب اه احبايبنا اللي بيبعثوا لينكات كفاية لينكات ارجوكم فيه كلمة تتدكر ده بورق يا ده من ايام من ابريل يا طيب طيب عشان وقت الناس ابعث لك تانا عنده 16 شهر ما عرفش لحسن ما بيكبرش حجمه صغير ومحتاج رأيك هل ده طبيعي كلب عنده 16 شهر عايزين نشوفه هل يا راجل حرام عليك يا ما بيكبرش ايه انا هزعل منك كده بص بص صديقي الكلب رقم واحد طبعا اللهم صلع النبي اللهم بارك الله هو اكبر مساء الله ده رقم واحد تمام رقم اتنين الشو لاين يا صديقي بيبقى حجمه اقل من الورك لاين الورك لاين انت لو قرنتك كلبك بكلب وورك لاين هتلاقي كلب بتاعك جنبه الا شوية تمام ليه الورك لاين عظمه سليم بس احنا طبعا بنحب الشو لاين يعني او الناس بتحب الشو لاين انا شخصيا بحب الورك لاين ويا حبازة لو كان بلاك كوت شرابات بص انت بتقارن بايه بص هو جنب الجولدن وحش الكلب التاني ده مش شايف ده ايه جريد دان ولا ايه بس لا كلبك جميل يا عام الله اكبر الله ما صلى عنك كلبك ما شاء الله عليه نموه ممتاز والله اكبر يعني فلو انت شايف الرسالة اهو من اسكندريا وفي الشيخ زاد اجد عن الكلب ده اجوزوه لا بجد الكلب ده لازق احنا عايزين السلالة دي تكتر فرقم اهو رقم الراجل فوق على يمين جوزوه الكلب ده احنا عايزين نشوف سلالة من الجمال ده كتير يعني كلب عظمه صليم ومستوحل وشعرته ومساء الله عايزين يا عام ان ننتجه واقعد في زايد فاللي في زايد ومعان تاك كويسة يلا بينا حودة 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 بعد فويسات كتير بس هكلمهنا طيب تم حسف الرسالة وم بيحزفه ليه في نوتي جاية في السكة الله لا 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 دي كاني كورسو دي ما تيجي نشوف اه كاني كورسو شكلها جرواية انت جرواية انت ولد ما انا تحسه هو بوكسر ولا كين كورسو دي يا ابني وريني لا دا زا ما شوف الكلب من العرض لو جسمه رفيع ورياضي وممشوك قوي بزيادة وبطنه مشفوطة بيبقى بوكسر انما لو جسمه دبابة قوي كده في نفسه بيبقى كاني كورسو فيه قورة الكلب فيه قورة شبهة القورة بتاعت البوكسر انا عشان كده مختلط علي الامر من الصورة او من الزاوية بتاعت الصورة انا برضو زي ما انت شايف بشوف الكلب على الشاشة زي زيك دا الدكر بس مش للبيع بصراحة لا ربي كلبي يخشاني يديلك حاجة حلوة تعالي 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 بالتفاصيل بس احب انا اللي بيكتب تفاصيل دي دي انتايل البيع كين كورسو انتك كابتن احمد عفروتو بنت البطل هوجن واخد كورس طاع عند العالمي كابتن عمر راشد زي ما انت شايف السورة شراسة فطرية وبالاخص قطة وكلاب ومباح جامل على الاشخاص الغريبة ومعاها الدفتر كامل السعر النهائي غير قبل تفاوض تسعة ونص ويا ريت اللي ياخدها يكون قريب من الكاهرة عند شمس الشرقية علشان اجوز منه اتذكر اللي هبعط لك صور صور وبعد دي طيب بسم الله ماشي النتاية كويسة وفيها ارتفاع ممتاز بس انت بتصور الحاجة صديقي من الوش بس عايزين كزا زاوية عايزين كزا زاوية نشوف فيها النتاية لا هي هيبة نتاية هيبة اوي في نفسها تعال دي صورة مش راضحة قوي ماشي يا عم هي الكلاب اللي ما بتطلعش اللي بوشها فين الجنب فين الجسم فين فين ماشي هي كلبة حلوة كلبة حلوة بترمين بيبصي لك بتقول لك ايه عم احنا بنتصور ولا بنعمل ايه طيب هو طبعا الدكر هيقيته حلوة والدكر ده لما ياخد كم جوازية هيخشنة قوي قوي خلاص انا كده عرفت السكة مش لازم بقى شوف ايه الكلب من الجنب لان اكيد لما شفت لو شفت الكلب من الجنب هعرف ان هو كان يكرسوه طيب خلينا نتكلم في السعر الشوية نتاية بص هي نتاية كويسة لا انكر ذلك بس هو شوية مش مصور قوي يعني كنا حتى محتاجين فيديو الكلب هو بيتحرك اشوف جسم اشوف حركته اشوف مفاصله لان الجاينت بريد السلالات العملاقة قد تواجه بعض المشاكل في مفاصلات رجلها خصوصا مفاصلات الفغد اللي هو الفغد بتاع الرجل من ورا فماشي الرجل رقم وهو جدعين اللي هو ظاهرة عندك فوق على اليمين ده واللي عايز حاجة هتواصل معه طيب خلينا نتفرج على ده ده خلينا نتفرج على ده طيب جرو ب 3 800 بص اللي خليك او ما تدفعش فجرو انت شايف صورته كل الجراوي حلو كل الجراوي ده بديب زي ما انت شايف كده تمام انا ممكن اعني اوريك جراوي ما تصدقش ان هي جراوي يعني اوريك اهليهم ما تصدقش ان دي الاهالي تقول لا مستحيل الكلب الاومر ده يبقى طالع من الكلب دي والعكس سعب بتبقى اهالي جمدة اوي مطلع جروس و فيس كده شبه العصفور بس بيبقى بطل لما بيجب الشاهد في الموضوع ايه نصيحة اخ وانت بتشوف جر شوف ام وابو وام وابو ام وابو ام وابو تمام عشان فيه بيوريك صورة الاب وصباح الفل لا ابش هتفرج على الام والاب بثلاثة تمنمية والرقم زي ما انت شايفه اللي عايز يتواصل معاه هو حتى بعد صورة واحدة فاشت طيب المكان توخ الاليوبية معايا انت ايه سنتين نتفرج عن نوتي اه طيب ام طيب ممكن نتفرج على تلك الانسة علشان انا بحب الهيقات دي الهيقات القديمة بتاعت زمان دي بص دي كلبة ديل نقول لامس الارض رقم واحد شعراية معدية الميديم اه نقول ميديم موسك محدد في ناس بتقول على الموسك ده موسك كمامة عزيزي الغاوي بصبح عليك ده اسمه موسك محدد اللي هو فيه تاج من فوق اللي هو تحت الودان ده كده وفيه على الوش شوية ايه تحسه مشبح فيه ناس بتقول عليه وش مشبح وفيه ناس بتقول عليه موسك كمامة وفيه ناس بتقول عليه موسك محدد تمام بس طبعا الالوانات النبيتية الخارقة حلوة حلوة وطبعا دي في النهارة هتلاقي الهيقة غير خالص على فكرة الهيقة هتعجبك وطبعا كلمة ام حنينا بالضمان وفيه خلفة سابقة تبت فيها اشوف الخلفة اتفرج اكيد موقف لنفسك كلب اكيد حد قريبك او حد حواليك انت مديله كلب من عيالها اتفرج عليه تمام طيب تعالي برضو نتكلم في حتة السعر عشان هو ايه اللي ايه بص دي لو هي فعلا النتاية بتطلع جراوي وبتاع نقول تلاتة قبل التفاوض بس لما يجي لك فيها الاتنين ونص بقا على الظروف اللي احنا فيها اللي ما اعلم بقى لربنا لو جالك حد على الفين ومتين الفين وتلتمية ما تجزش ما تتبتش طلعا الرقم هو عندك تمام اللي فوق على اليمين الزير ومية ده وبرضو ما بين يعني ايه يعني مش هنيجي على الرجل والله فعلا هي تساوي الثلاث تلاف جني ده لو هي ام بالدمان تمام وبتطلع جراوي وبتقوم وما فيش مشاكل على التقليب ده والالوان دي والجمال اللي احنا شايفينه دلوقتي بس احنا بنتكلم كناس غاوية في بعضينا كده يعني اللي ييجي معك اللي ييجي معك ويخلص خلص وما فيش حاجز يا جماعة الناس اللي بتبيع حاجات اونلاين ما فيش حاجة اسمها احجزها لي وانا جايه لك تستناش حد تمام تعالوا نشوف اللابرادور ده لان انا ما بشوفش اللابرادور كتير كلهم بيطلعوا على جولدن في الاخر اه بص هو فيه جولدن وفيه بلاك ريت ريفر وفيه لابرادور وفيه يعني انا اقصد السلالات عادي فيه سلالات كتير مش عيب يعني مش عيب مثل لو كلب بلاك ريت ريفر تقليب ضعيف طلع شورت هير نتاية هاسكي خمس شهور عين و عين بألف جني نتفرج عليها لقوي النتاية لهاسكي اللي مع اللي مع الكلب اللابرادور بألف جني ماشي يا سيد دي نتاية كويسة تستاهل الألف جني وبرضو لو الراجل الجل حيجي يشتري يتكلم شوية كلام ما تزعلوش يعني يتكلم في مية يتكلم في متين ينزلهم يعني مش كس مش حنيجي على بعض طيب الكلب ده اللي هو ايه بقى دين تاية قل دين دي او دين تاية لابرادور انجليزي عندها تسعة شهور فوطة حيدة ومستوها بسم الله ما سواء الله تسعة شهور بكان بألفين جني عن تاية دي بصوا والله يعني هو اللابرادور عندنا في مصر ما ما تسابش في حاله بس هي فيها سكة اللابرادور يعني فيها سكة ماشي بص مش احسن حاجة بس هي كويسة هي كويسة وبعدين اللابرادور في مصر عشان تلاقي كأجر ولا كلم اقل النمرة خمس تلاف جني انا عارف انا بقولك ايه فهو بيتكلم في ألفين جني لا تمام فيه بقى الكلب اللي سود عامل ألف جني طيب ماشي بيقولك فيش هراس والله ماشي طيب الكلب برضو كويس مش وحش بس يعني مش عارف كلبي فيه بوز قوي وجمجمته مش جمجمت اللابرادور قوي ده ممكن يكون سوق تصوير معرفش تمام بس انا شايف ان سعر النتاية الهوسكي كويس وسعر النتاية اللابرادور كويس ماشي قد يكون الكاميرا بخسهم حقهم في الجماعة الرقم اهو تمام اللي هو رزير احداشر اللي ظاهر فوق على اليم ما قاليش مكانه فين ما قاليش للأسف مكانه فين بس مش رقوف اهو تعال رقوف تعال رقوف الشتاب تجيب حاجات حلوة الدكر ده يشتريب كاما جدعين الدكر ده كويس عنده دقيقة عنده عشر شهور بص رقوف ده يدفع فيه واحد ونص هو هيقولك الفين ونص وبتاع بس على الايام اللي احنا فيها ادفع الواحد ونص وشكرا يبدو بصوا الكلب والله حلو الكلب حلو قوي يسوى الالفين ويسوى التلاتة كمان بس احنا نتكلم على ظروفنا لازم لازم كلنا الدنيا تمشي على هادي لان الوطيرة الوطيرة بتاعت السوق هبطة بطريقة يا جدعان غير طبعية بيع وشير والكلام ده كله من الفئات اللي بتشتري دلوقتي الناس الفئة فيه فئات كتير تقصرت بال بالاحول الاقتصادية الحالية بص الكلب ما شاء الله فيه فتحة صدر يعني مرعبة وفيه لون يكيف وفيه تقليب من اللي خلصه والله برضو نشوف الفيديو بيقول ايه ايه وعتقول الكلب فيه شرسة جمدة لا صاحبي ده الكلب عالي الكلب فيه تنفيذ لا ده ده فيه تنفيذ كويس والكلب فيه حرارة حلوة دم محامي لو جاه في 2.5 وتبت خلصه كلب كويس لو تبت في الاتنين نص يعني واحد ونص انا شفت تقليب بس الكلب فيه حرارة حلوة يبقى خلص فيه لو تبت هو في الاتنين ونص ويخلص بالاتنين ونص مش ما يخلص ش يعني كلب كويس حبيبة روف يارب بتشوف الفيديو وتعرف الكسة اللي انا بتكلم فيها ورينا يا سيدي ياربت كميلة احنا حننهي الفيديو بالحتة الفرنساوي دي 500 جني مكانها المنوفية مركز قويسنا تمام عندها سنتين ونص دي ممكن نسميها باكيزة عادي ولا اه نسميها باكيزة عادي الرجل الطويلة النوتي ذات الرجول الطويلة بنجوزها لأي حاجة عادي طويلة انا بحب استغل حتة انها طويلة جوزها لدكر مسان هاسكي جوزها بس بلاش جيرمان لو جيرمان انت ستستفدي ما هي كده كده الجريفونات دمها حامي يمكن اكتر مش جيرمان انما الهاسكي هيدي لك كلب نضيف ملوش ريحة لذيذة لا نتفرج جميلة ما شاء الله علي بس دي رجلها مش طويلة اوي يعني حلو 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 شكلها ايه لعبية ولذيذة لو هي مفهاش شراسة ودمها هادي هتنفع مع اطفال مثلا او كده حلو بس لها تعليق بسيط اا هي لو 500 جنيه قبل للتفاوض بص للامانة والله النطي اللي زي كده او الكلب الكبير الجريفون بيتباع ب300 جنيه الفرنساوي كبير بيتباع ب300 جنيه انت حطيت 500 ماشي دي حاجتك وانت اضرى بيها وسنتين ونص ماشي برضو تمام رقم التليفون زي ما انت شايف او عندك علي من فوق ف بس هي هي اقول لك على حاجة هي تسعيرها سابتة اي نتايا او داكر فرنساوي ب300 جنيه لو الماني اللي هو بشعرة كبيرة ده بيطلع من 450 ل500 سواء داكر او نتايا عشان تباع عارف وممكن كمان الموضوع ينزل قوي عن كده يعني انا مش عايز اقول لك احنا بكده شاريين نتايا ب100 جنيه والله بس اش يعني اعتبرني ما قلتش الكلام ده بس انا بقولك السوق ماشي ازاي فانت حاطة 500 لو جالك حد لحد 300 انت كده في السيف سايد طلعها لحد 300 طلعها وبكده نهينا رحلتنا في ال في الواتس هاي بالنهاردة صباح كفول وسلام عليكم اشتركوا في القناة